مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يأخذنا في رحلة عبر حياة أحد أبرز الشخصيات التي عرفها التاريخ الحديث شخصية أثارت الجدل وأثرت في مسار الأحداث بشكل كبير إنه صدام حسين سنغوص معا في تفاصيل حياته من بداياته البسيطة في قرية العوجة مرورا بصعوده إلى قمة السلطة في العراق وصولا إلى الأيام الأخيرة من حكمه وسقوطه المدوي ستتعرفون على الجانب الإنساني لشخصيته إلى جانب القرارات الحاسمة التي غيرت مجرى التاريخ انضموا إلينا لاستكشاف قصة حياة مليئة بالأحداث المثيرة والتحديات الكبر والمواقف المصيرية التي شكلت حياة صدام حسين وجعلته واحدا من أكثر القادة تأثيرا وإثارة للجدل في العصر الحديث هيا بنا نبدأ ولد صدام حسين المجيد التكريتي في قرية العوجة بالقرب من تكريتا في العراق عام 1937 نشأ في بيئة فقيرة حيث توفي والده قبل ولادته بثلاثة أشهر وتربى على يد والدته وعمه خير الله طلفه عانى صدام من طفولة صعبة تميزت بالاضطرابات السياسية والاجتماعية انخرط صدام حسين في العمل السياسي منذ شبابه حيث انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1957 في عام 1959 شارك في محاولة اغتيال الزعيم العراقي عبدالكريم قاسم مما أكبره على الفرار من العراق والعيش في المنفى في كل من سوريا ومصر عاد صدام حسين إلى العراق في عام 1963 بعد أن نجح حزب البعث في الإطاحة بنظام عبدالكريم قاسم سرعان ما برز كقوة رئيسية داخل الحزب وتدرد في المناصب حتى أصبح نائبا للرئيس في عام 1968 في عام 1979 قام صدام حسين بالاستيلاء على السلطة في العراق من خلال انقلاب داخلي ضد الرئيس أحمد حسن البكر بدأت الأحداث عندما أعلن البكر الذي كان يعاني من مشاكل صحية استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية مما مهد الطريق لصدام الذي كان نائب الرئيس آنذاك لتولي السلطة لكن وراء الكواليس كان هناك ضغط وتخطيط من صدام للسيطرة الكاملة على الحتم بعد توليه منصب الرئيس بدأ صدام حسين في ترسيخ سلطته عبر حملة قمع وساعة النطاق ضد أي معارضة محتملة قام بإعدام العديد من الشخصيات البارزة في حزب البعث وأعضاء الحكومة الذين اشتبه في عدم والآئهم له كان من ضمن هؤلاء المتهمين بالتآمر ضد النظام الجديد استمر حكم صدام بالقمع والعنف حيث استخدم قوات الأمن والاستخبارات لتخويف الشعب وإحكام سيطرته على البلاد في لال فترة حكمه شن حروبا دامية مثل الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات وغزو الكويت في عام 1990 الذي أدى إلى حرب الخليج الثانية حكم صدام العراق بقبضة من حديد معتمدا على القمع الوحشي والاعتقالات التعصفية والتعذيب لضمان استمرارية حكمه مما جعله أحد أكثر الحكام استبدادا في التاريخ الحديث الحرب العراقية الإيرانية كانت واحدة من أطول وأعنف الصراعات في القرن العشرين بدأت الحرب في 22 ستمبر 1980 عندما شن العراق هجوما على إيران بعد تصاعد التوترات بين البلدين بسبب الخلاثات الحدودية والتوترات الطائفية والسياسية خلال هذه الحرب الدامية استخدمت الجانبان أسلحة تقليدية وكيموية وتعرضت المدن والبنية التحتية للدمار الكبير معارك شرسة دارت في مناطق حدودية مثل شط العرب وكانت خطوط الجبهة متقلبة حيث لم يتمكن أي من الطرفين من تحقيق نصر حاسم النتائج كانت كارثية خلفت الحرب مئات الآل أف من القتل والجرح من الجانبين بالإضافة إلى الملأيين من المشردين كما أثر الحرب بشكل كبير على الاقتصادين العراقي والإيراني واستنزفت الموارد دلمالية والبشرية للبلدين ورغم المعاناة الكبيرة التي خلفتها الحرب إلا أنها انتهت دون تغييرات كبيرة في الحدود بين البلدين إذ قبل الطرفان بوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في أغسطس أفوى 1988 مما مهدى الطريق لإنهاء النزاع لكن آثار الحرب ظلت حاضرة في المنطقة لعقود لاحقة حيث تركت جراحا عميقة في النفوس والبنية التحتية حرب الخليج الأولى بدأت عندما غزل عراق الكويت في اثنين أغسطس 1990 كان الغزو مفاجئا وسريعا حيث سيطرت القوات العراقية على الكويت خلال يومين معلنة ضمها كالمحافظة التاسعة عشرة للعراق هذا الغزو أثار استياء دوليا كبيرا ودفع الأمم المتحدة إلى إصدار سلسلة من القرارات التي تطالب بإنسحاب العراق الفوري وغير المشروط من الكويت تكون تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وضم أكثر من ثلاثون دولة بهدف تحرير الكويت أطلقت عملية عاصفة الصحاء في 17 يناير 1991 والتي بدأت بحملة جوية مكثفة ضد الأهداف العراقية في الكويت والعراق تلتها حملة برية بدأت في 24 فبراير 1991 واستمرت مائة ساعة فقط قبل أن يعلن التحالف الدولي تحرير الكويت في 28 فبراير 1999 أدت الحرب إلى تدمير واسع في البنية التحتية للكويت والعراق وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا سواء من العسكريين أو المدنيين كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على العراق وأجبرت القوات العراقية على الانسحاب من الكويت حرب الخليج الأولى تركت تأثيرات طويلة الأمد على المنطقة حيث تسببت في توتر العلاقات بين العراق ودول الجوار وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي وزادت من عزلة النظام العراقي دوليا في عام 2003 قادت الولايات المتحدة تحالفا دوليا لغزو العراق بهدف الإطاحة بنظام صدام حسين بدأت العمليات العسكرية في 20 مارس 2003 تحت مبرر أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ويدعم الإرهاب رغم أن هذه المزاعم لم تثبت لاحقا الحملة العسكرية المعروفة بأسم عملية حرية العراق بدأت بضربات جوية مكثفة تلاها اجتياح بري سريع القوات الأمريكية وحلفاؤها سيطروا على بغداد في 9 أبريل 2003 مما أدى إلى سقوط نظام صدام حسين بعد سقوط بغداد بدأت عملية البحث عن صدام حسين الذي اختفى عن الأنظار في 13 ديسمبر 2003 تمكنت القوات الأمريكية من القبض عليه في مخبئين تحت الأرض بالقرب من مسقط رأسه في تكريت صدام حسين خضع لمحاكمة أمام المحكمة الجنائية العراقية الخاصة وأدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيم في 30 ديسمبر 2006 أعدم صدام حسين شنقا لتنتهي بذلك حقبة حكمه التي تستمرت لأكثر من عقدين غزو العراق عام 2003 كان له تأثيرات هائلة على العراق والمنطقة بأسرها حيث أدى إلى انهيار الدولة العراقية وصعود حركات تمرد مختلفة بالإضافة إلى التوترات الطائفية والاثنية التي ما زالت تؤثر على استقرار المنطقة حتى اليوم صدام حسين لا يزال شخصية مثيرة للجدل بمرور الزمن يتميز الحكم عليه بتباين كبير بين الآراء والمواقف من جهة ينظر إليه كدكتاتور قاس ارتكب جرائم شنيعة ضد الإنسانية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيموية ضد المدنيين حملات الإبادة الجماعية ضد الأكراد والشيعة وقمع الحريات السياسية بوحشية في الجانب الآخر يرى البعض فيه زعيما قويا استطاع توحيد العراق تحت قيادته الصارمة بالنسبة لهؤلاء صدام حسين كان رمزا للأقوة والاستقلال في مواجهة التدخلات الأجنبية وكان له دور بارز في بناء البنية التحتية للعراق وتعزيز قدراته الاقتصادية والعسكرية تظل هذه الانقسامات في الرأي حول صدام حسين تعبيرا عن التعقيدات التاريخية والسياسية التي مر بها العراق والمنطقة خلال فترة حكمه فبينما يبقى إرثه مثقلا بالدماء والدمار يعكس أيضا فترة من القوة والاستقرار النسبي في نظر بعض العراقلين في نهاية هذا الفيديو نكون قد استعرضنا مع الحياة صدام حسين من بداياته السياسية المبكرة وصولا إلى استيلائه على السلطة وحروبه التي شكلت وجه العراق الحديث وانتهاء بسقوطه المدوي لقد كانت حياة مليئة بالأحداث المثيرة للجدل والتحديات الكبر تاركة بصمة لا تمح في تاريخ العراق والمنطقة بأسرها إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة رحالة التاريخ لمزيد من القصص التاريخية المثيرة والمشوقة شاركوا آرائكم في التعليقات وأخبرون عن المواضيع التي تودون استكشافها في الفيديوهات القادمة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في رحلة تاريخية